قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله أنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي نواجهها على مستوى منطقتنا والعالم أجمع وهذا يفرض علينا توحيد الجهود الدولية وتعزيزها بما يلبي طموحات شعوبنا إلى التقدم والإزدهار جاء ذلك بمناسبة مشاركة صاحب السمو رئيس الدولة في القمة المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة وقال صاحب السمو رئيس الدولة أن الأجيال الشابة تطلع إلى الغد بروح ملؤها التفاؤل والأمل وواجبنا أن نعزز هذه الروح ونرسخ الثقة لديهم بأننا نسير في الاتجاه الصحيح ونسعى إلى إيجاد حلول جدرية للتحديات لبناء مستقبل مزدهر لهم وأكد سموه أننا في دولة الإمارات نؤمن بأن السلام والحوار والعيش المشترك هو السبيل لتحصين مستقبل الأجيال المقبلة وأمامنا طريق واضح للنهوض بمنطقتنا وإعادة دورها الفاعل على الساحة الدولية وذلك من خلال التضامن والتعاون وتعزيز فرص العلم والتعلم وأن يبقى الإنسان ورفاه هدفنا الذي نسعى من أجله وأضاف سموه أن مواجهة التحديات والتغلب عليها يكمن في تعزيز فرص التعليم المتقدم وتشجيع الابتكار والتركيز على الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا وترسيخ أدوات البحث العلمي وتعزيز الروابط الاقتصادية وذلك في إطار التعاون والتكاتف الدولي ومن دون ذلك ستبقى التوترات والصراعات تأخذ من أعمار الشعوب وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة وشدد سموه على أن دولة الإمارات ستبقى شريكا رئيسا ووثوقا في نهج الاستقرار والإزدهار والذي يقوم على السلام والتنمية وقال سموه نحن نسعى إلى ترسيخ آليات التواصل والحوار والعمل المشترك ونثق بأن منطقتنا قادرة على أخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤوليتها أزاء قضاياها وأن يكون لها دور رئيس في العديد من القضايا التي تواجه الإنسانية وفي مقدمتها تحديات التغير المناخي والطاقة المستدامة والأمن الغذائي